تنبع أهمية السياحة في فلسطين كونها الأراضي المقدسي وهي بالتالي محط أنظار وإهتمام أتباع الديانات السموية الثلاث السياحة تشكل جوهر الاقتصاد الفلسطيني قطاع السياحة وخاصة الفنادق هو قطاع وعد هناك نمو في هذا الموضوع نحن الآن نعمل في خط متوازين الخط الأول هو تشجيع الاستثمار في هذا المجال والخط الثاني هو تقديم خدمة بجودة أفضل منافسة في العالم في هذا الموضوع من نفسنا ومن نفسنا مع الناس ترى التعليمات في فلسطيني في الوقت أنهم لا يشعرون أنهم يحبون جيدا ومن خلال تواصلنا مع جمعية الفنادق العربية وبحثنا عن مدى حاجة السوق الفلسطيني للكوادر المؤهلة استنتجنا أن السوق الفلسطيني بحاجة ماسة وسريعة لتأهيل وتدريب الموظفين العاملين في قطاع الفندقة في مستوى الشق الأكاديمي نحن نتبين أن هناك ضعف في التدريب لهذا السبب كنا طلبنا من الجامعات والمؤسسات التي تدرس أنه يجب إعطاء أهمية كبرى للتدريب حتى تتميز جامعة بتلحم في هذا المجال وظلها متميزة يجب الحصول على المعلومات والخبرات الجديدة التي موجودة الآن في العالم ما نحن 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 في الن宮 ومن المتابعة لينة في المنطقة الناس في الكثير من الناس تبتعد الى الآن ونحن نهائي ونحن الناس في المنطقة موجودها في الكثير من المنطقة هذا نحن موضوعا بالفعل من حيات التعليم ويسأل مع مقموعة الدماء مع وعالي أمام ومع الأمام موجود في المنطقة على مجتمع العلمين التي يددون أنها عملك الضربة لنعمل وعندت ألم أننا نستطيع وإن نحن دورة مختلفة في طريقة ناني وإن فع down للجنس داخل التي يدونها في التدري في القصة لنستطيع العلمين ثلين الأمر لأننا نريدفعANA مختلفة إلى تلك أنعين جنسل المعادلة المنجل من قدم تتعني المنجل لديها large of those modules need an introduction to a different way of teaching. The next step after that is the difficult one. We want to move our Institute of Hotel Management down to Mount David. What we want at Mount David is to have the institutional Hotel Management and Tourism there, to have facilities for teaching, but then to have a teaching hotel there and teaching restaurant there. سيقدم المشروع تدريب في مجال فنون الطهي ولمسنا حاجة متنامية لدى أصحاب الفنادق في فلسطين لهذا التخصص فأعددنا برنامج مكون من 8 وحدات نمطية تعالج فنون الطهي على أعلى المستويات العالمية كما لدينا برنامج يلبي احتياجات مرافق أقسام الاستقبال في الفنادق فأعددنا برنامج من 5 وحدات نمطية يغطي من الألف إلى الياء في فنون الاستقبال والحجوزات الفندقية ولدينا برنامج آخر بالنسبة لإدارة المطاعم وفنون المائدة وهذا كما تعلمون علم متخصص وبالتالي أعددنا برنامج بالتعاون مع جامعة دولاسال بالفلبين مكون من تقريبا 7 وحدات نمطية يلبي جميع متطلبات هذا القطاع كما أن خلقنا شراكة مع الصناعة الفندقية وبذلك بالتعاون مع الموظفين المؤهلين في الفنادق من مدراء أقسام ومدراء دوائر بحيث أن نقل خبرات العاملين في قطاع الفندق إلى مرافق التدريب ومشاركة خبراتهم مع الطلبات سوف يكون لها مردود إيجابي على رفع صناعة الفندق في فلسطين كما يهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل وتدريب الموظفين العاملين في الفنادق الفلسطينية ونحن نتكلم عن جميع محافظات الوطن فلدينا طاقم مدرب ومؤهل للتواصل مع كافة أجزاء الوطن ولدينا الاستعداد لنقل الخبرات والتدريب إلى المواقع الفندقية المختلفة وليس بالضرورة فقط في جامعة الميتنا الضيافة ليست بشيء جديد على المجتمع الفلسطيني فالضيافة متجذرة في تراثنا ونحن بطبيعتنا شعباً من الضياف ولكن ما ينقصنا هو رفع وتطوير هذه الضيافة لتتناسب مع مستوى الضيافة الفندقية المتعارف عليها دولياً ما نريد هو أن الناس يخرجون هنا بعد أن ينقصوا الوقت في فلسطين أن ينقصوا الوقت بشعر أنهم كانوا جيداً لهم وأن الناس كانوا متأكدون عنهم وأن المستوى والمستوى الضيافة كانوا جيداً مما لا شك فيه بأن هذا سيساهم بتطوير الاقتصاد السياحي الفلسطيني من خلال زيادة نسبة العملات الأجنبية المحصلة من هذا القطاع كما أنه سيوفر فرص عمل ويساهم مساهمة مباشرة في تخفيض البطالة في فلسطين ترجمة نانسي قنقر